السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني السنوي أهلا بكم معكم مستر علي السيد إن شاء الله في الفيديو ده هناخد كينج لير مسرحية الملك لير أكت ثري الفصل الثالث قبل ما نبدأ أحداث الفصل الثالث الأول هناخد الكلمات الرئيسية صفحة 314 جاسوس سباي 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 انتقام أوثأ ريفنج 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 خائن تريتر تريتر عربة تقرها الخيول كاريج كاريج جنون مادنس مادنس يخدع ديسيف ديسيف يقاطع انترابت انترابت يخون بتري بتري وبتري معنى الخيانة بتري يثبت أو يبرهن prove prove كور اسمه الفعل معنى يعالج أو علاج كور كور authority السلطة authority authority نيل يركع والكي silent نيل انمي عدو انمي stand for يعني يؤيد أو يرمز لي يعني تمشي بمعنين يؤيد بيقى في جنبه يعني أو يرمز لي ينتقم لي take revenge for وانفرق ما بينها وبين take revenge on الفرق كالتالي بعد take revenge for مثلا هقول her father's death موت والدها مثلا يبقى بعد for هي انتقمت لموت ايه والدها يعني الشيء اللي بتنتقم عشانه ولكن take revenge on بعدها ايه الاشخاص اللي بننتقم منهم يعني مثلا القاتلة murderers أو اللصوص مثلا ايا كان طيب الكلمة البعدها نيل زي ما اتفقنا نيل معناها يركع betray يخون وقلنا betrayal خيانة دي الاسم تساوي بالضبط treason يعني خيانة treason treason authority معناها سلطة authority يخدع deceive التعبيرات بقى والمتلازمات اللفظية take revenge for ينتقم لي wait for ينتظر wait for have revenge يأخذ بالثأ get rid of يتخلص من take away يبعد send a message يرسل رسالة بتبدأ احداث الفصل الثالث in gloucester's castle في قلعة gloucester cornwall enters with edmund يدخل cornwall مع edmund cornwall بيبدأ الكلام ويقول listen edmund اسمعي edmund i'll have my revenge انا هاخد بتاري before i leave gloucester's house قبل ما غادر منزل gloucester فادmund يرد عليه يقول i'm sorry cornwall asif ya cornwall because the truth is so sad لان الحقيقة محزنة جدا this is the letter دا هو الخطاب that my father gloucester اللي هو بابايا gloucester told me about اللي بشأنه it proves دا بيثبت that he is a spy أنه جاسوس and that he's writing to the king of france وهو عمال يتراسل مع مالك فرنسا يعني الولد كده بيورد بابا oh i wish he weren't guilty أتمنى لو هو مش مزنب طبعا ادموند بيتكلم it's very difficult for me دا الموضو بيكون صعب علي جدا to discover this terrible truth إن أنا اكتشف بقى الحقيقة المرة دي يا راجل كورن والبقى بيرد على ادموند بيقوله we'll go and see ريجان هنروح ونشوف ريجان اللي زوجته يعني فإدمون رد عليه وقال له if the letter is true لو الخطاب دا حقيقي بقى you have work to do to stop him إنت لازم تمنع بابايا كده عيل خسيس جدا كورن والب يقوله if it is true or false الخطاب دا سواء كان حقيقي أو لا it has made you the next duke of gloucester فقد جعلك الدوق القادم لgloucester انت خرص كده معلم رشاد في الحكم وتبقى الحاكم بتاع gloucester find your father and then we can arrest him دور على باباك وبعدها نقبط عليه إدموند بقى بيكلم نفسه to himself if I find him helping the king لو أنا لقيته بيساعد الملك كورن وال will think he is even more guilty كورن وال ساعتها بقى هيعتقد انه مذنب اكثر دلوقتي بيكلم كورن وال بقى to كورن وال I'll continue to show you my loyalty انا هستمر في اني اظهر لك اخلاصي loyalty يعني اخلاص although بالرغم it hurts me الموضوع بيزيني to do this ان اقوم بهذا to my father لبابايا يا راجل ما تقولش كده كورن وال بيقوله I trust you ادموند انا بثق فيك يا ادموند and you'll find me to be a better father وهتلاقيني بابا او اب لك يعني افضل than he is من باباك الحالي they exit وبعدها بيخرجه المشهد اللي بعده بقى Gloucester enters بيدخل Gloucester وبيكلم كند وبيقوله my friend صديقي where's the king الملك فين فيرد عليه ويقوله he's here sir موجود هنا يا سيدي but be quiet ولكن كن هادئا he's sleeping فهو نائم فGloucester بيقوله good friend صديق جيد I've heard that سمعت بابا اني there is a plan في خطة to get rid of him لكي يتخلصوا منه get rid of يعني يتخلص من there is a carriage توقد عربة تقول رها الخيول waiting for you تنتظرك help the king into it سعد الملك يركبها بابا and drive to Dover وقودها الى Dover where you will find people هتلاقي ناس هناك بابا to help you يسعدوك go now روح دلوقتي if you wait half an hour لو استنيت نص ساعة you may both be killed انتو اللي اتنين ممكن تتقتلوا follow me اتبعني كنت بقى بيكلم الملك لير وهو نائم you are sleeping now انت نائم دلوقتي this rest الراحة دي بقى might help you ممكن تسعدك although بالرغم it will be difficult من الصعب بقى to cure your madness ان احنا نعالج الجنون بتاعك يبقى كلمة madness يعني جنون وكلمة cure يعني يعالج دلوقتي بقى بيكلم الفول المهرك بيقولوا come تعالى help me to carry the king ساعدني ان ايه احمل الملك gloster بقى بيقولهم hurry up بسرعة يلا بسرعة we must leave now لازم نمشي دلوقتي they all exit كلهم يخرجوا بقى except for edgar ما عدا edgar ما ننساش ان اتجار كان متنكر في صورة poor tom فا اتجار بيكلم الملك او بيكلم نفسه the poor king الملك المسكين ده his children has done to him اطفاله عملوا فيه بقى what my father had done to me اللي عمله لبابايا he exits وبيخرج المشهد اللي بعده in gloster's castle في قالة gloster cornwall reagan goneril edmund and servants enter cornwall بيقول goneril يا goneril send a message to your husband albany ابعت رسالة بقى لزوجك albany or albany and show him this letter هو الري الخطاب ده the french army الجيش الفرنسي has arrived بالفعل واصل in england في انجلترا to the servants بيكلم بقى الخدم find the traitor طوروا على الخاين بقى gloster فريقا بقى بصوت علي بتقول arrest him now وبدوا عليه دلوقتي some of the servants exit وبعض من الخدم بيخرج cornwall بيقول leave him to me سبوه ليا بقى edmund يا edmund stay with goneril قعد مع goneril you shouldn't see what will do to your father انت ما نفحش تشوف لها نعمله في باباك the traitor الخائن يبقى the traitor يعني الخائن goodbye my dear goneril مع السلامة يا عزيزتي goneril goodbye edmund the new duke of gloster الدوك الجديد بقى of gloster لجلوستر طبعا هنا ايه بينفخوا بقى فاهمين ويدخل دلوقتي بقى oswald اللي هو تقريبا رئيس الخدم where is the king الملك فين خلي بالكم لغات دلوقتي colonel اللي بيتكلم فاوزول بقى بيرد عليه the duke of gloster has taken him away duke gloster اخذوا بعيدا sir يا سيدي about 35 تقريبا 35 of his soldiers من جنوده have gone with him رحوا معاه they are going to dover هما رحين dover where they say بيقولوا هناك بقى they have some powerful friends لديهم بعض الأصدقاء الأقوياء cornwell بيقول get horses for regan هاتحصنا بقى لريجان goodbye edmund مع السلامة edmund general exits with edmund and oswald general بقى بتخرج مع edmund و oswald go and find the traitor gloster روحوا بقى ودوروا على الخاين ده gloster bring him to us like a thief هاتولينا كإنه حرامي جرجرو كإنه لس the other servants exit الخدم البقين بقى بيخرجو ويكمل كلامه cornwell بيقول i can't kill gloster أنا مش هقدر أقتل gloster because i don't have the authority لإني مش عندي السلطة دي but i can punish him بس أقدر عقبه and although people want like this they can't stop us مش هي قدر يمنعونا gloster enters gloster brought in by two or three men وجايبينه ثلاثة أو اثنين من الرجال who's there من هناك is that the traitor gloster هل هو الخائن gloster فريغان بتقول it's him أيوه هو بالضبط فcornwell بيقول make him kneel in front of me kneel معناها يركع يبقى خلو يركع قدامي بقى gloster يعني مصدوم بيقول what are you doing انتو بتحملوا ايه good friends يا أصدقال جايثين you are in my house don't do this لا تفعلوا هذا أصدقاء جيديني بقى شيخ كورنول بيقول make him kneel I said أنا قلت خليه يركع the servants make him kneel الخدم يخلو يركع ريغان you cruel man انت رجل قاسي you've deceived your son Edmund انت خدعت ابنك Edmund لا يا شيخ gloster you my lady انت يا سيدتي are the one who's cruel انت بقى الشخص القاسي not me مش أنا ريغان you are a traitor انت خاين فجلوستر بيقول لها cruel lady سيدة قاسية what are you saying انت بتقول ايه كورنول بيقول what letters have you recently received from France الخطبات اللي انت تلقتها من فرنسا فريغان give us your answer بتقوله ايه ادينا اجابتك بقى we know the truth احنا عارفين الحقيقة كورنول بيقول and what have you planned with the traitors وعملت ايه بقى وخططت ايه بقى مع الخينين التانين who have recently arrived in the kingdom اللي وصلوا مؤخرا في المملكة فريغان بتقول who have you sent the mad king انت بعدت الملك المجنون ده المين tell us everything قلنا كل حاجة فجلوستر بيقول لهم listen اسمعوا بقى i got a letter that explained what is happening انا حصلت على خطاب شرح اللي حصل او اللي بيحصل it came from someone who is neither a friend nor an enemy الخطاب دا جه من واحد ولا هو صديق ولا عدو فكورنوال بيقوله that's clever والله دي شطارة منك بصراحة وريغان ردت وقالت and untrue وكلام مش صحيح اصلا كورنوال where have you sent the king كورنوال بيقوله هو انت بعدت الملك فين فجلوستر بيقوله to dover الى dover ريغان بتقوله why have you sent him to dover ليه بعدتوا لdover i told you not to help him انا قلت لك ما تسعدوش فكورنوال he interrupts ريغان بيقاطع بقى ريغان why dover ليه تحديدا dover let him answer that first خليه يجاوب على دي الاول فجلوستر بيقول because i didn't want to see his daughters continue to be so cruel to him عشان انا مش عايز بقى اشوف بناته يستمروا في المعاملة القاثية لي وهنا بقى كورنوال هيعمل حركة غريبة خالص you will never see that انت عمرك ما هتشوف ده اصلا picks up a sword وراح ساحب سيف sword يعني سيف come تعالى fight me تخانق معا قاتلني gloster tries to fight gloster بيحاول انه يتخانق معا ويقتله but cornwall hits his face with his sword ولكن كده يفاجأوا كورنوال ويخبطوا على وشه بالسيف gloster oh help help me my eyes الحقون يعني servant number one الخادم رقم واحد stop my lord الخادم بدأ يفوق كده بيقوله وقف يا سيدي اكيد من خدم مين gloster بيقوله وقف يا سيدي stop my lord stop وقف دلوقتي فكورنوال بقى قاله stop اوقف never مستحيل you can fight me too انت كمان تعال ايه تخانق معايا servant one very well طيب تمام خالص يا معل ما انا جاي لك come on they fight and the servant badly wounds كورنوال ويطلع خادم كويس وبيجرح بشدة كورنوال ريجان بقى to a soldier للسولجر لجندي واقف give me your sword اديني السيف بتاعك بسرعة a servant will not fight my husband like this خادم ما ينفعش ايه بقى يقاتل زوجي مثل هذا i won't stand for it مش هقدر استحمل الموضوع ده she takes a sword تستل سيفا and kills the servant وتقتل الخادم ده فالسيرفنت وان ده بقى اللي هو دخل في كرش السيف i'm going to die يا نهار ربي انا هموت وراح عامل كده وهي dies ومات تمام كل حاجة بقى سودة دلوقتي قدامي مش شايف i can't see where is my son ادموند ابن ادموند فيم you must take revenge for this terrible thing انت لازم تنتقم لهذا الشيء الفضيع لا يا حق ده انت فهم غلط ريجان بتقول don't call for your son ادموند بتفوقه بها ما تندهش عليه he hates you فهو يكرهك هو بيكرهك ادموند told us that you betrayed us ادموند قالنا ان انت خنتنا he will not help you ده مش هيساعدك خالص فجلوستر بيقول oh i've been so stupid ده انا كنت غابي غابي بصحيح ادغارد is the one i should trust دلوقتي لسا انت مكتشف الحقيقة ادغارد هو الشخص اللي مفروض اثق فيه not ادموند وليس ادموند فريجان بتقول throw him out of the palace يعني ارموه برا الاصر and let him find his way to dover وسبوه يمشي لغاية dover two servants help the now blind gloucester اتنين من الخدم بقى بيساعدوا gloucester بقى اللي بقى دلوقتي blind اعمى from the stage من على خشبة المسرح to cornwall وحد بيتكلم مع cornwall اللي هو ريجان what's the matter my lord اللي حصل لك يا سيدي فcornwall بيقول لها i've been hurt ريجان انا ايه اتعورت يا ريجان او هنا بيقول لها ريجان يا ريجان look at all this blood بص ع الدم ده كله give me your arm اديني درعيك بقى سعديني ريجان helps cornwall off the stage they exit نيجي بقى للمين points نقاط الرئيسي of act 3 على الفاصل التالت number one ادمون tells cornwall that his father the duke of gloucester is disloyal ادمون is upset cornwall is upset cornwall بقى منزعق and wants revenge ويريد الانتقام number two cornwall says that edmund will be the next duke of gloucester cornwall بيقول ان edmund هيكون هو الدوق بقى is guilty اني باباه مذنب number three gloucester tells kent to take the king quickly to dover gloucester بيقول لkent انه ياخد الملك بسرعة الى dover where some people can help them هناك بقى في ناس هاتاعدهم edgar says the king's children edgar بيقول اني اطفال الملك have done to their father عملوا الباباه بقى what his father has done to him إلا عملهولوا باباه number four cornwall asks goneril to tell her husband about gloucester being a traitor cornwall بيطلب من goneril انها تقول زوجها عن ان gloucester خاين traitor and about the france army وعن الجيش الفرنسي cornwall orders the servants to arrest gloucester cornwall بقى بيؤمر الخدم انهم يقبضوا على gloucester number five cornwall orders edmund the new duke of gloucester to stay with goneril in order not to see what will happen to his father cornwall بيؤمر با edmund انه يقعد مع goneril عشان number six cornwall can't kill gloucester cornwall مش هيقدر يقتل gloucester because he has no authority لان ما عندوش سلطة but he can punish him بس يقدر يعقبو number seven gloucester is arrested and brought in front of cornwall and reagan تم القبض على gloucester وإحضاره أمام cornwall و reagan they accuse him of being a traitor وبيتهموا إنه خاين number eight cornwall fights gloucester and hits his face cornwall باب يتخان أو يقاتل gloucester وبيخبط على وشه gloucester is blind now gloucester دلوقت باب أعمى a servant fights cornwall أحد الخدم باب يتقاتل مع cornwall and he wants him badly وبيقرح بشدة number nine reagan kills the servant who wounded cornwall and tells gloucester reagan بتأتي للخادم اللي جرح cornwall وتقول لgloucester that his son edmund إن ابن edmund hates him بيقرح and told them that his father betrayed them وقال لهم إن باب خانهم اللي هو gloucester يعني number ten gloucester regrets trusting edmund gloucester باب يندم على إن وثق في edmund he knows it is edgar whom he should trust هو هو عرف إن edgar هو المفروض الشخص اللي كان وثق فيه reagan orders the servants to throw gloucester out of the palace reagan بتؤمر الخدم إنهم يرمو gloucester خارج القصر she exits with her badly wounded husband وهي بتخرج بقى مع زوجها المصاب بشدة ننتقل لأسئلة التفكير النقدي critical thing questions والإجابات المقترحة أنا حزفت الترجمة العربي عشان تكونوا مركزين مع الفيديو السؤال الأول Edmund was an evil traitor Edmund كان خائنا شريرا explain إشرح giving two points مع إعطاء نقطتين النقطة الأولى He plotted against his brother Edgar أخذنا التر من الأول النقطة الأولى إنه تآمر ضد He plotted against تآمر ضد أخيه Edgar which made their father angry with Edgar وده خلى بابا غاضب من Edgar النقطة التانية بقى He told Cornwall هو أخبر Cornwall and Regan that his father was a spy إن بابا كان قسوسا to the French king للمالك الفرنسي طيب كمان مرة النقطة الأولى He plotted against his brother Edgar تآمر ضد أخيه Edgar النقطة التانية He told Cornwall and Regan that his father was a spy قال لCornwall Regan إن بابا كان قسوس السؤال التاني Why do you think Edmund had so evil a character في اعتقادك بقى ليه Edmund كان شخصيته شريرة لأنه كان أناني I think he was a selfish person أعتقد أنه كان شخصا أنانيا selfish يعني أناني who cared only for himself كان كل حاجة عايزها لنفسه كان مهتم لنفسه فقط He wanted to take everything فأراد أن يأخذ كل شيء at the expense of على حساب أي شخص كمان مرة I think he was a selfish person شخص أناني who cared only for himself He wanted to take everything at the expense of على حساب anybody أي شخص السؤال الثالث Do you think Gloucester was really a traitor هل تعتقد أن Gloucester كان خائنا حقا why why not أكيد لا طبعا No I don't think so لا أعتقد ذلك He was loyal to the legal king فهو كان مخلصا للملك الشرعي وممكن أضيف أقول He did everything عمل كل حاجة to protect the king عشان يحمي الملك طبعا أخذناها الترمي الأول هكتبها لكم ههو ناشي He did everything عمل كل حاجة to protect the king to protect the king السؤال الرابع In your opinion في رأيك How were Gloucester and King Lear كيف كان Gloucester والملك Lear alike على حد سواء أو متشابهين أو زي بعض زي بعض في إيه يعني They were both betrayed by their children اللي اتنين تم خيانتهم بواسطة أطفالهم They were both betrayed by their children They were both betrayed by their children يعني دي تكفي تمام لو هنفصل أكتر هنقول King Lear was betrayed الملك Lear تم خيانته بواسطة his two daughters ابنتيه جونرل and Reagan When Gloucester was betrayed تم خيانته بقى Gloucester بواسطة من his younger son ابنه الأصغر Edmund السؤال الملك السؤال 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 السادس In your opinion في رأيك What can help people to stop disagreeing إيه اللي ممكن يخلي الناس بقى إنها توقف التناحر أو عدم الاتفاق and be friendly again ويكونوا وددون مع بعض تاني People must be patient الناس لازم تكون صبورة and support ويدعمونا what is right ما هو إيه صحيح and legal وشرعي السؤال السابع What do you think Edmund General and Regan have in common فاعتقادك Edmund وGoner وRegan لديهم إيه مشترك بينهم وبين بعض الخيانة طبعا هنقول They were not loyal to their fathers هما ما كانوش مخلصين لأيه أبأهم They were not loyal to their fathers They were not loyal to their fathers حد يقول لي يا مستطم ممكن أقول They are traitors هم خونا صح برضو السؤال التامن What did Edgard and Cordelia have in common Edgard بقى وCordelia لديهم إيه مشترك ما بينهم عكس التانين كانوا إيه loyal يبقى They both were loyal to their fathers كانوا مخلصين بقى لأبأهم سؤال التاسع Do you think most people disagree with friends and family sometimes هل تعتقد أن معظم الناس بيختلفوا بقى أو لا يتفقوا مع الأصدقاء والعيلة في بعض الأحيان آه بيحصل Yes I think so سؤال لذيذ وسهل نيجي بقى للfactual questions الأسئلة اللي هي متعلقة بالحقائق اللي هو إيه اللي حصل حصل كذا تمام ما فياش تفكير نقضي يعني دي خاصة لطلاب الأزهر بس الكل يركز معايا أزهر أوعان سؤال أول What did Edmund accuse his father of Edmund التهم بباب إيه He accused him of being a spy التهم بإنه جسوس to the French king ليه مالك فرنسا Number 2 What reward did Edmund get for plotting against his father إيه المكافأة اللي حصل عليها Edmund نظير التآمر على والده He was promised تم وعده to be the next Duke of Gloucester أنه يكون Duke Gloucester القادم Number 3 Who helped with taking the king to Dover من ساعد في نقل الملك إلى Dover طبعا Gloucester و Kent و Edgar with others Number 4 How did Cornwall describe Gloucester كيف وصف Cornwall Gloucester He described him as a traitor وصفه بإنه خائن Number 5 Why couldn't Cornwall kill Gloucester ليه بقى Cornwall ما كانش يقدر يقتل Gloucester لإنه ما كانش عند السلطة because he didn't have the authority Number 6 Who is really cruel مين بقى اللي حقا قاسي Regan or Gloucester Regan ولا Gloucester and why وليه طبعا Regan Regan was cruel هي اللي كانت قاسية she took half of her father's kingdom أخذت منتصف أو نصف سرو باباها and then plotted against him وبعدها تآمرت ضده Number 7 How did Regan describe her father Regan وصفت باباها ازاي she described him as the mad king وصفته بإنه الملك المجنون Number 8 How did Gloucester lose his sight كيف فقد Gloucester بصره Cornwall hit him with his sword on his face يبقى Cornwall خبط على إيه على وش بالصيف on his face Number 9 Who was Cornwall badly wounded by من أصاب Cornwall بقروح بالغة أحد الخدم a servant Number 9 When did Gloucester know that he should have trusted his son Edgar إمت بقى عرف Gloucester إنه كان المفروض يسق بابنه Edgar When Regan told him لما Regan قالت له that his son Edmund إن ابنه Edmund told them that his father betrayed them إن باباه كان قسوس وخانهم سؤال رقم 11 I trust you Edmund أنا وثق فيك Edmund And you will find me to be a better father than he is وهت لقيني أب أفضل منه Who is the speaker من المتحدث طبعا Cornwall هو المتحدث says this يقول هذا to Edmund Why do they say this طب ليه بيقول الكلام ده because he thinks his father لأن Edmund يعتقد أن أبيه Gloucester is a traitor هو خائن Of course بالطبع he is wrong هو مخطئ طبعا هو أصده هنا من Cornwall مخطئ إنه to trust Edmund إنه يسق ب Edmund سؤال رقم 12 The poor king الملك المسكين His children have done to him what my father has done to me لقد فعل به أبناءه ما فعله بأبي من المتحدث طبعا Edgard بيكلم نفسه تمام Why do they say this طب ليه هما بيتكلمه ويقوله كده طبعا هو بيكلم نفسه يعني عصده هو نفسه When Kent لما Kent starts to take the king لما Kent بدأ ياخد الملك to Dover إلى Dover He realizes يدرك أن that the king's daughter أن بنات الملك are هم as cruel to لير قساة مع لير بعمل لير وحش يعني as Gloucester زي ما Gloucester has been to him كان معه السؤال رقم 13 I am sorry Cornwall أنا آسف يا Cornwall because the truth is so sad لأن الحقيقة محزنة جدا Who is the speaker من المتحدث طبعا Edmund بيكلم Cornwall Why do they say this هم بيقولوا الكلام دا ليه because he says لأنه يقول he has a letter لديه خطاب that proves يثبت أن Gloucester is spy إن Gloucester دا جسوس سؤال رقم 14 Edmund told us that you betrayed us Edmund قال لنا إن انت خنتنا He will not help you ومش هيساعدك Who is the speaker من المتحدث طبعا Regan بتقول الكلام دا المين لGloucester لما طلب من ابنه Edmund إنه يثقر لي ويساعده when he asks Edmund to help him ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر